هم يعلمون أنه الحق من ربهم هم متأكدون وتتحقق أمامهم صفات رسول الله الصفة طلوة الصفة ومع ذلك حرفوا وكتبوا الكتاب بأيديهم ورفعوا أوصاف رسول الله ورفعوا سمات رسول الله ورفعوا ما يجب أن يكونهم عليه من الكتاب ثم تعهدهم القرآن بقوله سيقول السفهاء من الناس لم يقل كل الناس لم يقل السفهاء وسكت يبقى كلهم سفهاء لا منهم من لم يتكلم منهم من آمن منهم فالقرآن صان احتمال هذا كل وقال سيقول السفهاء من الناس لو أن بيدهم الأمر ما قالوا لكن المهيمن قال فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهم يعلمون أنه الحق من ربه هم متأكدون أن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يؤكد لنا أنهم رغم يقينهم وعلمهم بأن تحويل القبل مسألة يعني مفروغ منها زكرها الله الطوراة قبل القرآن ولذلك لأنه هو المهيمن ولأنه القادر القدير المقتدر قال في مطلع الآيات سيقول السفهاء من الناس والعجيب في الأمر ولتحقق القرآن قالوا وقالوا ما قاله الله بالحرف الواحد ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم لما كانت القبلة إلى بيت المقدس كان هذا هو الصراط المستقيم بالنسبة للمتبع ولما حولها الله إلى البيت الحرام كان هذا هو الصراط المستقيم بالنسبة للمتبع على أنهم يعلمون أن هذا هو الحق من ربهم وواثقون من أن الله سيغير القبلة ولو أنه وأرجو أن نفهم هذا الكلام وحاشى لله أن يقع ما أقول الآن لو أن القبلة لم تتغير لأظهروا الكتاب وقالوا في سمات الرسول عندنا أنه يتغير قبلته أو تتغير قبلته أو تتحول قبلته ولم تتغير فلما يا محمد أنت لست رسول انظروا تركوا الأمر حتى تحولت القبلة فحرفوا وأنكروا ولم يظهروا هذه الحقيقة حتى يقولون ما حكم به الله عليهم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهم ولذلك لما قالوها ما تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان في انتظار هذه القالة بتوقيع القرآن سيقول الصفهاء من الناس ولذلك آيات تحويل القبلة ووسطية الأمة من أخص آيات الإيمان في القرآن فيجب عليك إذا أردت أن تكون من الأمة الوسط من أمة الصراط المستقيم أن تفهم هذه الآيات فهما جيدا وأن تفهم حقيقة ما عليه اليهود وأن لا تطمئن إليهم وأن لا تركا إلى أقوالهم نقول هذا الكلام حتى يقوم المتعاقد معهم أو المتصرف معهم إذا إن جنحوا للسلم أن يجنح للسلم معهم على قواعد القرآن على حقيقتهم في القرآن لا يطمئن الاطمئنان الكامل لهم نحن لا نريد أن نقول لا صلحة مع اليهود ولا سلامة مع اليهود لا إن جنحوا للسلم فاجنح لها ولكن على المتصالح أو على المتعاقد أن يعلم من القرآن صفات هؤلاء الناس حتى يوقع عقده ويكون العقل الذي بيننا وبينهم على مراد الله فيهم قبل أن يكون على مرادنا نحن فيهم فالله تبارك وتعالى أعلم بهم وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم هم يعلمون الحق ولا يظهرونه وأؤكد لحضراتكم أنهم ما حرفوا هذا الموضع في كتابهم إلا بعد تحويل القبلة وانتظروا لعل وعسى لم تتغير أو لم تتحول فيظهرونه ليقوموا بتجذيب الرسول لكن المهيمن سبحانه وتعالى الذي أوقع في كتابهم ما عليه ما كان يجب أن يكون هو الذي قال في قرآننا سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ثم يقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة الوصف بعد أن قال هكذا قال وكذلك جعلناكم أمة الوصف ثم قال عز من قائل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة التوجهات الإلهية مبدعة التوقيع الزمني في هذه الآيات من مطلع قول الحق سيقول الصفهاء ثم وكذلك جعلناكم أمة الوصف ثم قد نرى تقلب وجهك في السماء ثم في اعتراض الله تبارك وتعالى جملة اعتراضية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم علم مشهد من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه كل هذه الآيات توقيع لمراض الله تبارك وتعالى الآيات فيها توقيع زمن مبدع بتصفية الخلاف قبل أن يقع الخلاف بتوجيه الرسول ومن معه إلى حقيقة ما سيحدث من اليهود والبديع في الأمر أن ما قال الله أنه سيحدث قد حدث بالفعل وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بتقلب وجهه في السماء دون أن يسأل الله سؤال مباشر إلى تحويل القبلة فلب الله تبارك وتعالى النداء وأوقع اليهود في حيرة من أمرهم بقوله سيقول الصفهاء فلما قالوا أكدوا أنهم صفهاء وأكدوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لهم فللمسلمين على الأقل لأولئك الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الاتباع الحق منذ اللحظة الأولى كل هذه الآيات كان إبداع أو كانت إبداع من الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأحباب هذه الآيات هي الآيات الكاشفة لحقيقة وسطية الأمة والذي يجب أن أفهمه أنا من هذه الآيات يأخذ من القرآن ما يجعل وسطيته قبله لغير المسلم ما يجعل وسطيته قبله لغيره ليسأله ليعلم حقيقة الإسلام منه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية فأنت بوسطية أمتك تستطيع أن تكون دعوة أي داعية إلى الله تبارك وتعالى بأخلاقك بمفاهينك بتصرفاتك بمعاملاتك الحق أسأل الله تبارك وتعالى الذي جعل البيت الحرام قبلة لنا من بعد بيت المقدس أن يجعلنا قبلة للناس اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا من المهتدين على وعد بلقاء قادم إن شاء الله استوضعكم الذي لا تضيع ودائعه السلام الله عليكم ورحمته وبركاته